اشتركوا في القناة بوقه الاعلامي قناة الجزيرة القطرية لبث سمومها وزرع فتنتها ضد مملكة البحرين ومحاولة ضرب السفين الخلاف والشرخ بين مكونات المجتمع البحريني وشن حملة مضللة وممنهجة بشأن الملف الحقوقي الانساني في توقيت مقاصده معروفة ومع جهات مكشوفة غايتها ومساعيها ضد مملكة البحرين لذلك جاء الرد البحريني الوطني بالامس من خلال اعلان مجموعة من الفعاليات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني استنكارها وشجبها الشديدين لما دأبت عليه قناة الجزيرة القطرية من محاولات مستميتة ونهج اعلامي عدائي لشعب البحرين بكافة فئاته ومكوناته عبر اعمال بائسة تتخذ من الاعلام ستارا لشق الصف وضرب النسيج الوطني موضحين ان السجلة الاسود لهذه القناة في تخريب الاوطان ودعم التطرف وتمويل الارهاب يجعلها قناة مسيسة بامتياز في شهر يناير الماضي وبعد يوم واحد فقط من انتهاء القمة الخليجية قامت الجزيرة القطرية باستهداف دولة الامارات العربية المتحدة وعادة بث برنامج نشر تقارير مسيئة عن الامارات ثم قامت الجزيرة القطرية ببث البرنامج في مواقع التواصل التابع لها ثم قامت بحثفه ثم عادت وبثته من جديد العديد من المتابعين للشأن الخليجي يرون ان خطاب قناة الجزيرة القطرية يعد رسالة واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي بان قطر لن تقوم بتغيير خطابها الاعلامي وغير ملتزمة بأي اتفاق يصحح من مسار الجزيرة القطرية وقد حصل فعلا نعود ونذكر دول مجلس التعاون الخليجي وأمانتها العامة بالبند العاشر الوارد في البيان الختامي للقمة الخليجية حيث جاء فيه رحب المجلس بالتوقيع على بيان العلا الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي والحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة فهل التزمت قطر بما رحبت به دول مجلس التعاون الخليجي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر